أقسام الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم تنقسم الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين الفترة المكية والفترة المدنية الفترة المكية تنقسم إلى سرية وجهرية الدعوة السرية بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا فأسلم أهل بيته زوجته خديجة وبناته وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرا من يثق به من خارج بيته فأسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ الناس يتسامعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فسارع الفقراء إلى الدخول في الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار قريش وقد بقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السرية كانت الصلاة قبل فرضها في الإسراء والمعراج على سبيل الاستحباب وكانت ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها وهي المقصودة في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال الحافظ في الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أب الأرقم رضي الله عنه ليجتمع بالمسلمين ولتكون مركزا للدعوة إلى الله مرت ثلاث سنوات على الدعوة السرية فأسلم عدد قليل من الأوائل من الصحابة الكرام